هو بتكلم عن سيدنا سليمان وان ربنا سبحانه وتعالى كان مسخله الجن والطير وانه هو الفترة اللي كانت الطويلة ما بين موت سيدنا سليمان وما بين سقوط العصر السؤال دلوقتي هو ايه اللي طبيعي في حياة سيدنا سليمان عشان نقيسه بحياتنا الطبيعية هو كان طبيعي بالنسبة لسيدنا سليمان لكن بالنسبة لنحن لا لا نسأل بس احنا عايزين نقيس حياة غير طبيعية اللي هي في دائرة المعجزة نعم اللي هو الشيء الخارق للعادة ايه صح مجد حياة الانبياء معجزة من الله للانبياء المعجزة هي الشيء الخارق للعادة يجريه الله على يد مدعي النبوة صحيح نظبوط طيب شيء خارق للعادة يعني مش من عادة البشر طبعا طب تمام اللي في حياة سيدنا سليمان خاصة طبيعي بصراحة ما فيه واحد مسخر له الريح والجن والطير هم يوزعون ده فين بان ان شاء الله فانا مستغرب ليه لما يموت قاعد على حاله والله سنة اتنين يوم عشر عشرين الله اعلم بيها لحد لما ذبطوا الارض تأكلوا من ساعتك ايه الصعب يعني اصد احنا عايزين نقيس ليه شيء ايه غير معقول مش معناه نواه مش صحيح لا هو حقيقي هو صحيح بس هي معجزة اختصى 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 الله عز وجل بها انبياء سيدنا سليمان خلاص كان عنده كان امرأة قالوا كما ذكرت التوراة عنده سبعمية اماء وتلتمية حرائر زوجاته ده فين بقى ان شاء الله في العقل ده خلاص يعني اصد ان احنا يا جماعة احيانا نقع في هذا الخطأ المنهجي ايه نبقى عايزين نقيس اللا معقول بمعقول اللا معقول بتصورنا احنا انما هو في علم الله وفي علم الغيب اه معقول وواقع وحصل وهيحصل ايه وكلما اراده الله سبحانه وتعالى يحصل خلاص فالنهار ده ايه المشكلة وهو النبي على ساته السلام لما امسك باحد الجن في المسجد وكاد ان يربطوا ليراه الناس قال ايه فتذكرت اخي سللي دع ايه وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد ايه ايه اللي ما استغربوا يعني ايه اللي ما استغربوا اللي احد الفلاحين لما شافوا قال ما اعظم ما اوتيت يا ابن داود نبي ملك نعم اذا جاب احد اللي حواليه جاب عرش بلقيس قبل ان يرتد اليه طرفه ايه دا اللحة واحد من اللحة وليه طبعا طب هو هيمل ايه صحيح وكان عاجز لا طبعا سواء عايز يثبت للناس ان العلم اقوى من الجن ايه الناس الوهم والاساطير قال عفلته من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك نعم كم يعد القضاء من الصبح للظهر خلاص يعني كم ساعة سبعة امان ساعات قال الذي عنده علمه منك انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رأوا مستقرا يعني ايه اه خلاص قابل عين وفتحها الان حصل اللي هو بنقولها بالعمية كده غمض عينك وتفتحها تلقيني قدامك اه اه غمض عينك تاكل مال ماشي يعني ما هيش كده انا ما اتكلم في نقطة ايه ايه اني المسألة مسألة معجيزة ماشي فانا النهار دا عايز ايه اسمي معجيزة بايه بقدرات انا طيب اذا بعض الناس احيانا يتعجب ازاي الشيخ ده حافظ القرآن بالقراءة العش ويجي ورايح جايمة قدرات يا اخوان او بقصن الشيخ ده بيعمل برنامج في السيرة وما بيقاف مثلا ومش مسك كتاب يعني اقصد يا اخوانا القصة ايه تم احنا البرامج والعظمها الاشيء اللي انت شغلتك ممتقنه وفي النهاية ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نعم عندك الانبخياري وعينما حافظه وده بالنسبة لغيره اه ممكن في عالم البشر صح انما انت بتكلم في اطار المعجزة البشرية اه الصعب اللي فيها فاحنا ليه دايما رايحين نقيس حياتنا بحياة بشر ربنا جعل حياتها في حد ذات يا معجزة سيدنا ابراهيم ودخل النار وكانت بردا وسلاما سيدنا موسى ايدي تخرج بيضاء من غير ليه من غير سوء لانه ممكن تبقى ورس ايوه العصى بعد ما سيدنا موسى مات الحد لو معال عصى يمت بحاجة هي تحولت مع سيدنا موسى العصى تبقى حية وتبقى 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 نعم زي الامام احمد ابن حنبل لما واحد قال له ده واحد عليه يعني جن ولا بتاعه فقالهم بس رحوا ورفعوا كده الاباب بتاعه الجنة تطلع ولا نضربه بأباب أحمد بن حنبل فاطلع فواحد خد الأباب بقى لك بس ده الأباب السحر يعني ايوه فما يتقى لهم أحمد بن حنبل فرايح واحدة قالوا بس يبودنا هعلم فعلى زي كانت الصحة القصة صحة ولا لا بس فقال الجنة تطلع ولا ضربه وقال له هتطلعها على عينك ولا اطلعنا اضربك بالأباب فوق دماغك ايوه صح فالقصة يا اخوانا مش مسألة أباب وكذا الفاتحة الفاتحة ولكن أين عمر صح والله فده أشياء مرتبطة بالمعجزة مع النبي أو الكرامة مع الرجل الصالح تمام يا شيخ نجزاكم الله خيرا وضحت